بونجور باكالوريا بونجور منهج الحديث انا بمراجعة الوحدة الخامسة وصلنا على التعبير الكتابي باشكات غفانسيز صفحة 96 قربنا نخلص الوحدة بقيتنا بس تدريباتها تم بعد هالدرس دعونا نرى التعبير الكتابي دايما قبل الموضوع يكون في عندي تدريب ونتمرن عليهم مستفيد من مفرداته لا تستهينوا بأي شيء انه ما بيجي كله بيجي انه ما بيجي بيجي برنامج إزاعي لانس لديبات طرح النقاش التالي السؤال التالي قال لا تاليجانس أرتيفيسيال الزكاة للصناعي نوفيل انمي بوغلوم هو العدو والجديد للإنسان هذا يناقشه هذا اسمه ديبات هلا ولا مرة جاني ناص انه أنا ما نسألت لهم ديبات عادة يكون بالتعبير كتابي هو عندما ينطلح سؤال ويكونوا موجودين حاضرين والكل يناقش فيه اسمه ديبات مناظرة ويكونوا موجودين ويكونوا موجودين مع التعليل كل شخص يقضر لذلك نقرأ هنا نرى التدريبات التي تحتهم أنا عندي هنا نرى هنا نرى 4 أشخاص هنا نرى كل واحد رأيه هل هو يقول أنه صح الذكاة الاصطناعية هو العدو الجديد للإنسان أو هو موعده كل واحد نرى رأيه نحن نعطي رأينا أنا أعلم صباح الخير أعتقد أن الشيء الذي يخوف يعني الشيء الذي يخوف سيكون أوتونوم هو أنه يكون الروبوتات تعتمد على نفسه أوتونوم يعني مستقلة بزادة هذا الشيء الذي يخوف أو تحل محل الإنسان فهذا كمان شيء يخوف أعتقد أنه الشيء المخيف هو أنه هالروبوتات لا تعد بحاجة وتصير مستقلة بزادة وتحل محلنا كمان مي ساء لكن مي طبعا مي لكن طيب مع مي دايما بيجي الرأي الآخر سنغيف غاجة مي لن يحصل ذلك أبدا إذن هي بتعتقد أنه شيء مخيف تعتقد أنه يعتمدوا الروبوتات ويحلوا محلنا يعتمدوا على نفسه لكن هذا الشيء لن يحصل إذن هي ممني هذا الشيء مخيف هذا الشيء مخيف أعتقد أنه أعتقد أنه هذا جملة الاعتقاد أما التعليل هذا الشيء ما رح يصير لماذا؟ لأنه لا يوجد روح لا يوجد حرارة هذا الشيء البديء بعد أن في عندي تحت نرى أليس أليس ثانية شخصية بتقول فكرت أنه فكرت أنه روبوتات يكونوا في المستقبل في المستقبل المفهوم 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 نفسه أنه آلة قابلة تستطيع التفاعل معنا هذا الشيء مصير هذا الشيء ملفت لكن جينا تليل يوجد أليس أنه نفسه أليس أنه سيغير أنه ظل سيغير أنه أليس أنه سيغير أنه معجزة أليس سان كونسيانس ما عنده وعي سان مو بخيوكوب هالشي يصير اهتمامي اذا فكرة اليس انه يكونوا هنا في المستقبل يتفعلوا معنا هي فكرة موسيرة لكن انا بحذر من استخدامه ومو بحذر عن تحذوره لا احذر من استخدامه وبشوف انه هالشي خطير انه ندرك انسان الى مع طفل لا نعرف شو يتصرف ما في الفرسه مخ بقى اللي مخ ما عم نقمان كيف اذا ما في مخ سان مو بخيوكوب وهذا الشي مصير للا اهتمام نجي على اليوكن شو شو بدي يتفصح قال ثالث هو واحد سالي قتوس مرحبا بالجميع مونافي برأيي او غوبو نغيان دوت خوكين ماشين هادا نبرد قلبو على الاخر ما عنده شكوك اللي موجودة عند ان وعند الاسال الروبوط مفلسسسسوا ألي نقوم بحثون ممي بحثون ممي بحثون ممي بحثون مرحبا بالحالة نحن مرحا واسهل نحن نعفل سانسلة الروبوطس المشتر فادي يتصرف يجب أن تساعدوا وتساعدتم من التساعد والمعاقين هذا لا يجب أن تساعدوا وأنهم فيها أموذ routine أعتقد أنه يستمر العائد يجب أن يكون مدلا فى حسن أنا آخر إلى أن لا يوجد شيء أن يخوف. هذا الشيء يكون بفعل ذلك. هيا رأَنَا لأرآين. هل تقول؟ إن كتبت في الحقيقة لقد كانت بعض الأحياء منح layingنا الأشياء وكفي نفسها نحن نطلق حتى الحياء نحن نتفع أدنمنا نفسنا في موين وسائل يعني شو هالسطوب اللي نحنا نستخدم في حياتنا نجيب لحياتنا رجال آليين لحتى هن يهتموا بلأ خلوهم ما نحن نقصر ما بدونو نتخل فاميه حتى بعيلتنا ادنو زنفان بولادنا سيتافر شبكم شو صير عليكم هذا شي مخيف عم بجيبوا رجال آليين لحتى يحلوا محننا وهن يقوموا بواجبا بدل واجبنا لهذا الشيء مخيف هادي هي الاراق الاربعه خلينا نشوف ايه او ايه لانو نسمم نعرف مين ابر مين هو اللي خايف من استقلاليه الروبوتات مين اللي قال انه الروبوتات انا خايف لا يقوموا يستقلوا عننا خلينا نشوف مين اللي قال نذكروا مين اللي قال كلمه اوتنوم قال هذا الشيء مخيف انه يكونوا مستقلين ويستمدين على ذاتهم او يحلوا محل المسان اذا اللي قال هو ان هي اللي قالت انا خايفة يعني ايل مو ايل ايه خايف من استقلاليه الروبوتات اذا هي ان مين ايل ولا ايل ايه غا سوريه مطمئن كار انه يا او كان ريسك ما في ولا خطر مين اللي 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 حاطة تيدي او رجليه ما يباردي اللي مشاويب لا لوك هو اللي قال ما في شي ليس سوا اللي longtime اعرفوا المحلรين باللمحل لا معكم الكampر اللي هو يستطيع رغيت لا شilians pallانت اللي هو اللي قال كان هائل احمد هالما فقد عندية الوسطر المحلรين الأحذر هي خايفة الإنسان ألي يهتم فينا من هذا اللي خايفة أنه إنسان ألي يهتم فينا سوكوبي دي زوتر زن هوي لغين والثالثة أصعب الشيء أحذرناها السمي في خايفة مرتبة من استخدام الروبوتات من اللي قال جممي في مفهوم إنه هي تتفعل معنا هذا الشيء لكن جميع ما فيه أنا بحذر من استخدام إذن الأخيرة هي كانت أليس نذهب إلى باجة سوى 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 سبعة سبعة وترسعين أنا كتبتهم فورا تأثير هنا علينا الأمر تعابير المشاعر شو هي التعبير عن المشاعر ثم البرهان أو التعليل هنا تعليل وهنا الشعور وهنا الشيء يترجعون بالشير بخاوف للك الغاله يستمر في بخاوف ما فهو لا يريدونه هذا يشعرون بخاوف هنما اين قال يشعرون و اوه انا ارتابوا من و اوه ارتابوا من و انا اتباه اتماعي هذا انه تعبيرا عن سنتمائ و اموشي اما التعليل في التعليل الان هم التعليل الان انه اه ايضا ايضا انه لا يحدث ابدا انه روبوت لم يكن لديه ابدا هو نفس روح او دفق القلب الانساني الروبوت لن يكون سوى آلة مصممة التي تجعل الحياة أسهل مريحة وهي صنعت لتساعد المعاقل وليس لتهتم بهم أما لليس فقالت تتخيل ان نحن نقدم نفسنا وسائل هي الآلات لحتى تهتم فينا بدل ما نهتم فيهم ولا نهتم بعيلتنا ولا بأطفالنا هذا شيء مخيف أما لليس فقالت شيء خطير انه ندرك طفل مع الروبوت اللي ما فيه مخ ما فيه وعي هدو لنن أفعال أفو أخبغ خافة كخان خشية فخبغ أخافة سنكيتي القلقة بخيوكوبيه تم سما فيه حذيره ارتابه إفخييه أرعب أجكتف سوسيو مهموم بخيوكوبيه مهتم انكي قلق كخانتي فخايف ستخييه متوتر بانيكي مزعور مذبذ مذعور انقواصي قلق مضطرب أفغ مخيف إفخيي خايف لازماء بخيوكوبيه اهتمام استخيس التوتر بغ الخوف خانس كمان الخوف الخشية انكيتيد القلق فانيك الزهر انقواص التوتر أو القلق هذا موضوع المناظرة الحوار المناقشة الزكاة الصناعي هو عدو جديد للإنسان يشد هالموضوع كل الناس اكخيفي ان اختيك الكتوب انت يعني واحكي عن هالفكرة اي وعبر عن قلقك وتعليلاتك يعني انا عنوان الاختيك الذي هو الانتليجونس اكتف سي نوفيلين مي بوغروم هو العدو الجديد بالنسبة لنا افغري دي في الحقيقة او لمشاعري ايضا كثير مزنكي ايضا كثير قلق ايضا افخيه حتى ارعوب دخلت عملت مثلهم يعني عملت مثلهم تماما بحط المشاعري وبعد ابدأ اعطي التعليل خاصة عندما أفكر أنه ليس نهار الإنتليجنس الأرتيفية و ليس نهار الزكاة الصناعية يمكن أن يأتي حتى يأخذ التحكم في العالم و يتحكم في العالم و يلتفت بعدين على الإنسانية يعني يمسك العالم و يندار علينا كذلك يحدث في العالم و يدفع المستوى لعجب التحكم في العالم و يأتي مستوى للعالم و يدفع ما ي sangat تحتكم بالمحي المحلية وكذلك يتعلم على المدينة والمجالية والتياجينة الإنتالية ويساعدت في مجالات التغاية كبيرة وهو حتى يتدعي المجالات للعديدية والمجالية وهو يتدعي إلى مجاليه ولد حوالي يسبب أن يبدأ مجاليه وهو سيناريو كاتاستروفيك كاريسي نعم هذا صحيح الانتليجنس ارتيفيسيال الزكاة الاصطناعي وهو العدو الجديد بالانسان ارتيكي قبلية المقالة نشرته في الشر في العشرة عزار 2020 من زمان يطلعت معنا نشرته وخلصنا الواحدة الخامسة وصلنا على التدريبات ان شاء الله التدريبات نلعب لهم بالدرس القادم وكانت معكم مدامة اخر فوقها